ودولتنا المغربية يعني ليس لها بعد هذا اليوم حجة لتتدرع بها في تأخرنا أو عدم نهضتنا أو عدم قدرتنا على تحقيق أشياء حققتها الشعوب الأخرى على الأقل وربما أكثر بكل صراحة مادام مادام يعني المغرب استطاع أن يهزم يعني فرق من عتات الفرق التي كنا نضرب لها ألف حساب ولا نتخيل إمكانية أن نهزمها في الأقصى أن نتعادل معها كالمنتخب البلجيكي مثلا ثم بعد ذلك المختب منتخب الإسباني ثم بعد ذلك المنتخب يعني المرتغالي بل حتى المنتخب الكرواتي هذه المنتخبات التي هي الآن في الدهاية يعني في نهائيات وحتى المنتخب الكرندي بطبيعة الحال كل هذه المنتخبات يعني لم يكن يتخيل أن نكون قادرين على أن نهزمها وقد وقع بمعنى ذلك أننا على الأقل في هذا المجال اليوم يمكن أن نعتبر أنفسنا في صفوف الدول المتقدمة وما دمنا قد حققنا هذا في هذه المناسبة الرياضية فمعنى ذلك أن نتحقيقه في مختلف المجالات أمر ممكن ربما ليس ممكنا فورا ولكنه ممكن هذا مسألة يعني لا يجب أن تغيب عنه وإذا أرنى نفكك هذه النتجة فلابد أن أترى الملاحظات أترى بعضها أو أكثرها عدد كبير من الناس الأولى هي أن هؤلاء الشباب الذين يمثلوننا يعني هؤلاء الشباب يعني المسحة الإيمانية حاضرة في يعني على الأقل أثناء يعني دخولهم إلى المباريات وممارستهم هذه اللعبة التي تسمى لعبة وبطبيعة الحال إذا كان هناك مجال الإنسان يحاول أن يخفي فيه هذه المعاني حين تكون موجودة عندها فهو اللعب والبيادين وكرة القدم لكنهم لم يجدوا أي حرج يعني يسجدوا بطريقة جماعية كلما تحقق لهم نصر فهذا شيء يعني كبير جداً وعظيم جداً وكثير منهم بطبيعة الحال يعني ولد وكبرى ونشأة في الدول الغربية يعتزون أول ما يعتزون بأمهاتهم ويفقدون يعني التحفظ ويصعدون إلى المنصات ويعانقون الأمهات ويقبلون رؤوسهن ويعترفون بفضلهن مع أنه يمكن أن يبدو أن هناك عدم يعني هناك تناقض بين صور شباب يعني في أوجه القوة ويركضون طول الوقت وأمهات يعني أخذ منهن الزمن ما أخذ منهن وأتقلنا إلى آخره وهذا معنى بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين يمكن أن يعتبر عادياً ولكن بالنسبة للأوروبيين الذين كانوا يتابعون هذه المباريات وأظن أنهم كانوا كثيرين وأظن أن هذه المناظر قد أطرت في الناس تأثيراً بالغاً حتى أن بعض المعلقين الغربيين ردوا يعني 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 موجود مع الآباء وموجود مع الإخوة وهذه الرابطة الأسرية التي لا التي لا تزال موجودة في بلادنا وفي أمتنا وهي من نتائج يعني تربيتنا على ديننا وعلاقتنا به ولله الحمد كذلك إخواني بطبيعة الحال يبدون أن هذا الفريق يعني يعني يسود أعضاءه يعني أتقال متبادلة والتعاون ما كانش تنافس حتى يبنش كل ماركة البيت ولا ما شي اللي ماركة البيت اللي كي يظهر أن عندهم تئهمهم هو يربحوا كاملين والأمثلة على هذا الشيء كثير أنا ما 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 نغدش نعطيكم ولكن من لك أنت كنت نسمع للتعليقات ديال للناس يبدو أن هذا يعني شيء يعني كبير جدا وهذا اتقام معنا ذلك أننا نحتاج يعني يعني في كل المهام التي نحن بصددها كأمة لأنه يمكن تغلب حزب ولا تغلب جموعة الأحزاب ولا ولا تصفي رئيس قاع بحل يوقع في بعض الدول وكذلك ولكن هذا ما غير حلش المشكل اللي غير حل المشكل هو أن نتقدم كالشعوب الأخرى بل أن نكون مثلها بل من المفروض أن نكون أحسن منها حتى نكون حتى يصدق فينا قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة للناس هذه الاتقال متبادلة وهذه العلاقات المتينة الموجودة بين أعضاء الفريق هي شيء مهم جدا كذلك يبدو أن هذا الرئيس الذي يترأسه مدى القراجية كذلك وليد ويسمح لي نرى هذا الأسماء هذا ما كان من ذلك ما بدتش كان نضبطهم ولكن نرى أنا كانت تعلم هذا ما كان عرف بوهنه وما عرف شكون أخر وزياش هذا بعدها نعرضهم ف يعني هذا السيد يبدو أنه أولا دايما يأكد على هذه المعاني يأكد على النية يأكد على العمل يأكد على الروح الفريق يأكد على معاني عجيبة جدا وخص هات خص 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 ناس اللي يكتبوا هذي يعملوا التحليلات اللازمة يعملوا هذي ويبدو أنه يحظى بمكانة كبيرة بين لاعبه وهذا شيء مهم جدا ما كانش الانتصار إذا كان التمرد على الرؤساء وعلى هذا بطبيعة الحل أظن أنه ليس وارد هذا لش كأنه هو يعني يعني يحب يعني 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 لاعبه وهم يحبونه ويقدرون بعضهم البعض وبدون الشك يلتزمون بتوجيهاته ويلتزمون بأوامره وينضبطون له يعني انضباطا يعني محترما ومقدرا يعني على أحسن وجه كذلك أظن أنه كان من العناصر الرئيسية التي ساهمت في هذه الظاهرة لأن يعني أوليت كما اعتبر بهذا الشيء هذا ظاهرة سياسية ومقاربة يعني جديدة أن الذي ساهم فيها هو الجو الحرية أنا شعرت بأن هذا الفريق يتصرف بحرية لا يتدخل فيه أحد طبعا الحل الرئيس دي الجامعة حتى هو لا بد أن نتني عليه لأنه بدون شكرا أنه كان له يعني دوره وكذلك في طريقة تسيره فيما يخصه يعني في الجامعة ليس في ليس في في فيما هو تقني وما وما لا يهمه ولكن أظن أنه كان تصرف بطريقة بطريقة جيدة ولكن المهم عندنا هو أن هذا الفريق أظن أنه استطاع أن يلعب بدون بدون تدخل تدخلات فوقية كيف ما كان نعوها لأنه لا بد أن ننتبه إلى أنه إذا لم تكن هناك الحرية لا يكون هناك إبداع لا 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 خطر هم غاية مداخلين التيران شي طير له شي بغي يلعب شي ما بغي شي بغي الفريق ديره يربع شي بغي الفريق ديره يخسر باش يقول باش يشم بهم إلى آخره مليك تكون الحرية كل واحد كي يبدل أفضل ما عنده ولهذا يسمح لي الإخوان المصريين مليك الملك فاروق كانت واحد النسبة دير الحرية فهذا كالوقت عرفنا احنا مصر لا بالأفلام ديرها لا بالمغنيين ديرها لا المغنية ديرها لا رجال التقاف طه حسين وعباس حمود العقاد وطفق الحكيم واخرين واخرين ولا 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 احتب الإخوان ديرها ولا إلى آخره أمة العربية والإسلامية خاص الحرية كلها خاص الحرية ولتكون المحاسبة ولتكون طبيعة الحال يعني المحاسبة بطبيعة الحال لا بد من المحاسبة كذلك لا بد أن ننتبه إلى أن الجمهور المغربي التحم بفريقه التحاما عظيما من أول يوم أظن أنه كان الجمهور الأجنبي عن قطر الأكثر حضورا منذ اليوم الأول أظن وأما اليوم فأظن أنه يكاد يكون الجمهور الوحيد الذي يحضر حسب الذي تتبعته ممو الأرجنتين كين مزاف ولكن يبدو المغاربة بالطبيعة الحال يعني أكثر وهذه الشعوب الشعوب ده ملكة ملكة تقفشي واحد وكتقفشي حاجة كتعطيرسها كتعطيرسها ما كتبقاش تفكر لا في الفلوس بشي القطر ولا في الفلوس بشي دخل ولا ولا بش تسكن وقيل لي أن تمن الإقامة الآن في قطر وتمن الفنادق وكذا غالي جدا طبعا الحال الذي يمشي 24 ساعة الله يكون عنده يدخل ويلعب ويتفرج ويخرج ويرجع المطار إلى آخر ولكن هذا مش سهل فالشعوب حين تتق في قياداتها وحين تتق في فاعلها فإنها تعطيهم أغلام عندها كذلك ومساندتها بطبيعة الحال يعني تكون هذه المساندة يعني تكون هذه المساندة يعني فاعل أساسي في نجاحها وإن شاء الله رحمة الرحيم كما رأينا أن المغاربة يعني ساندوا فريقهم كل هذه المرات كذلك ننتظر منهم أن يساندهم إن شاء الله رحمة الرحيم هم الأربعاء التي نرجو أن يرزقهم الله فيها سبحانه وتعالى النصر والتوفيق ومع ذلك فأنا أريد أن أقول للإخوة للفريق أريد أن أقول لهم إن الذي فعلتمه لحد الآن يعتبر انتصارا يعني كبيرا جدا ولا قدر الله تالو لم تنتصروا اليوم الأربعاء فنحن نعتبر أن ما حققتموه كافي ولكن نريدكم أن تنتصروا إن شاء الله ولهذا يجب أن تبدلوا جهدكم كاملا حتى تنتصروا ولكن أريد أن أقول بالمناسبة لشبابنا الذين يوجدون في مدينة فرنسا تجنبوا كل أسباب الاحتكاك مع الفرنسيين مهما كانت النتيجة أرجوكم لأنه يعني لا لا تشوشوا على الصورة المتألقة والكبيرة التي يعني للعالم كله أرجوكم يعني أن 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 تتجنبوا الإساءة إلى هذه الصورة الجميلة بأي جنة أو تكون سببا في الإساءة إليها